موسيقى 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 نابد أن يتذكر الكثير منكم المسلسل الأكشن الشهير بريزن بريك الذي استمر عرضه على مدى خمسة مواسم يبدأ المسلسل مع الحكم على البطل الذي يؤدي دوره الممثل دومينيك بورسيل بالإعدام فيما يقوم أخوه الذي يلعب دوره الممثل وينتوورث ميلر برسم خطة مفصلة لمساعدة أخيه على الفرار من السجن وبعد الهروب من السجن وتفادي الحراس ويعد ذلك المشهد من أكثر مشاهد المسلسل إثارة إذن لابد أن تراود فكرة الهروب من السجن الكثير من السجناء خاصة إذا كانوا محكمين بقضاء فترة تتجاوز 73 سنة مثل كلاوفينو دا سيلفا هذا الرجل هو أحد زعماء عصابات المخدرات الأكثر خطورة في البرازيل ويعرف بلقب شورتي لقصري قامته سعى للهروب من سجنه وفي سبيل تحقيق أمله بالحرية تقمص شخصية فتاة مراهقة ارتدى قميصا زهريا مع حمالة صدر سوداء تحته كما غطى رأسه باروكا من الشعر الأسود كما ارتدى بانطلون جينز ضيق وصندلا أبيضا ومعطفا ونظارا المتحدد دا سيلفا استغل ساعات الزيارة وقام بتبديل ملابسه مع ابنته التي كانت تزوره لكنه افتقد لبعض المضاهر الأنثوية مما فضح أمره كما يقول وكيل عمليات السجون قام الحراس بمقارنة صورة الفتاة وتوقيعها عند بدء الزيارة فبدأ الحارس بطرح لاسئلة وعندما سمع صوت السجين تمكن الحارس من التعرف عليه وأيقن وجود محاولة للهرب كما عرف أن هذا الشخص هو سجين يسعى للفرار عبر التخفي بزي امرأة لابد يتساءل كثير كيف تمكن دا سيلفا من الحصول على القناع والأزياء النسائية يجيب ماركيز عيدا يبدو أن الأمر مرتبط بامرأة حامل تمكنت من إحضار القناع إذ يستغل السجناء النساء الحوامل من أجل تهريب مواد غير قانونية إذ لا نستطيع فحصهن بالأشيعة السينية لأنها تؤثر على الجنين ولهذا يستغل المجرمون النساء الحوامل لهذه الأغراض الدنيئة لكن لماذا أو ما الذي يدفع زعيم عصابة كبير اتخاذ هذه الخطوة ألا يخشى أن تتأثر سمعته بين العصابات الأخرى أو حتى السجناء إنه تصرف نابع عن اليأس الذي يعيشه السجين فهو يقضي حكما بالسجن لثلاثة وسبعين سنة ويضاف إليها خمسة وعشرون سنة بسبب تهم أخرى لقد دفعه اليأس للخروج من الباب الأمامي تفعل الكثيرون مع هذه القصة وهذه بعض منها التعليقات أحمد بس بس يقول هذا متحول جنسي طريف من 42 سنة يتحول 19 سنة من كهل ابن صبية بوجه من السيليكون وصدر منتفخ لو لا مشيته وارتكابه وارتباكه لفازة بحريته أفوض أمر الله يسمي نفسه كذلك المغرد ودي رجولة يعني لما يهرب هو الراجل ويسيب بنته مكانه في السجن ما عندوش أي نخوة في دمه منتهى الأنانية عبدا يقول مغردا واضح وضوح شمس إنه قناع هذا زعيم دجاج وليس عصابه مصطفى الصيادي في تغريدته من شابه أباه سجن بداله بعد فشل خطته مشاهدين تم نقل كلاوفينيو دا سيلفا إلى سجن آخر تحت حراسة مشددة ويواجه عقوبات تأتيبية بينما تواجه ابنته أنا جابريالا تهمت تهمة التحريض على الهروب من السجن وهي تهمة صلع عقوبة في البرازيل